النهاردة هدلخص لكم مسلسل الفانتازي الملحم الضخم واللي يشبه مسلسل صراع العروش وهو مسلسل عجلة الزمن اللي بتدور أحداثه من سنين كتيرة جدا فاتت بعدما الرجال اللي تولدوا بقوة خرقة افتكروا انهم يقدروا يحبسوا قوة الظلام ولما فشلوا البحر تحول لما يبتغل والجبال تخسب بيها الأرض والمدن اتحرقت واللي رجع كل حاجة لطبيعتها كانوا ستات عشيرة آل آس سي داي ويدروا يرجع كل حاجة زي ما كانت لما عرفوا من الإنسان اللي تسبب في كل الضمار دا وسموه التنين والإنسان دات ولد تاني في العصر الحالي وإحنا مش عارفين هو تولد إمتى ولا فين ولا عارفين إذا كان ولد ولا بنت الحاجة الوحيدة اللي عارفينها أن الطفل دا بقى بالغ دلوقتي ولازم نلاقيه قبل ما قوة الظلام تلاقيه بعد كده في الغابة بيجري اتنين رجالة من مجموعة ستات آل آس سي داي رجبين على أحصنة وبتؤمرهم القائدة أنهم يقفوا لكن مش بيقفوا فبيتحطم جزء من الجبل اللي هم موقفين جنبه وبيقعهم الاثنين على الأرض وبيقول واحد منهم للتاني استخدم قواك مش معهو أن يموت بالطريقة دي فبيقول للقائدة ما تأزهوش هو مالوش زنب فبيتفاهموا أن ما فيش حد تاني معاه وأنه موجود في المكان دا الوحده وبتقرب منه بتقوله أنت المفروض تشكرني القوى اللي عندك دي للستات بس ولما الرجالة بيلمسوها بيدنسوها ولما بترفع يدها ناحيته بيموت من غير ما تلمسوه ومنفور جبل بتكون موارن ولان بيرقبه اللي بيحصل وبتفاهمهم موارن أن دا مش هو التنين فبيقول لها دا اتولد من عشرين سنة في نفس اليوم اللي تنبيت بي نبوءة التنين المبعوث ولما بيسألها الروح فين بعد كده بتقوله منطقة النهرين وبتقوله أن في إشاعات حوالين أربعة من التفرين في نفس العمر اللي هم بيدوروا عليه وفي منطقة النهرين بتتجمع مجموعة من الستات عند النهر ووحدة كبيرة منهم بتعمل ضفيرة لبنت شاب اسمها إغون وبتقول لها زعمتهم الحاكم نينيف الضفيرة دي مصدر قوتك وهي اللي هتعرفك أننا موجودين جنبك لو وجهت الظلام لوحدك وبعد كده بترحب بها نينيف في مجلس الستات وبعدها بتقول لها لازم يكون عندك ثقة في النهر وبتزقها من فوق الجبل علشان توقع في النهر في الأول بتبقى هتغرق لكن بتفتكر كلام نينيف فبتنام بهدوء على مية النهر لحد ما بتوصل للشط وبعدها بيمشي راند وأبوهم بعربتهم اللي محملين عليها العصير والصوف اللي هيبيعوهم في القرية وأول ما بيسمع راند صوت ديب بيرفع السهم بتاعه ناحية الجبل لكن الديب بيهرب لما بيوصل هو وأبوه للقرية بيبيعو العصير اللي معهم في الحانة اللي بيملكها أبو إغون وبيوعد راند مع صحابه اللي بيكون في واحد منهم محتال اسمه مات بيرهينهم على الظهر لكن بيخسر الرهان وواحد تاني اسمه بيرين بيكلمهم عن الحرب والجنود اللي مالوا القرية اللي جنبهم بيروح يقعد مع بنت تانية لابسة إكسسوارات في إيديها وبعد كده بتخش الحانة إغون البنت اللي وعد في النهر من شوية بعد ما اكتازت الاختبار وبيحييها كل اللي في المكان وبيسلم أبوها عليها وبعدها بتروح تقعد مع ناس تانية في الحانة وبيباني راند متدايق جدا لأنها ما قاعدتش معاه وفجأة بيخش إلى اللي المكان وبتطلب منه نايف إنه يعرف نفسه فبيقول لها على اسمه وبيقدم لها موارن وبتطلب من صاحبة الحانة قوضة نظيفة وسطبلة علشان الخيل بتاعهم يباتوا فيه وبعرفوا من الخاتم اللي معاها إنها من آس سيداي ولما بيقول بيرن لصاحبه راند إن شكلها ستة عادية بيطلب منه إنه ما يتكلمش عنها خالص وبيفهموا إنه عندها قوة خرقة ودخلها لأي حرب معناها إنها تغلب جيش العادو كله لوحدها وبتطلب الحاكمة من بيرن إنه يرجع لامراته ليلا وبعدها لما بيخرج مات من الفندق بيلاقي أم العيانة وقفة وحدها بتتفرج على جوزها اللي بيعاكس بنته صغيرة قدامها فبيخدها يرجعها للبيت وبيخلي إخواته الصغيرين يناموا جنبه وبعدها بيتكلم راند وأبوه وأم إغوان عن الحرب وأنه ظهور واحدة من آل آس سيداي فجأة معناها إن في حربها تحصل قريب لكن أبو إغوان بيهديهم وبيفهمهم إنها جاية تحضر الاحتفال بتاع بكرة وتمشي وبتصرح إغوان راند إنه نايف قالت لها إنها تضربها علشان تبقى حاكمة بعدها لأنها حاسة إنها مع شوية تدريب ممكن تسمع صوت الرياح زيها بيتدايق راند وبيقول لها معنا كده إنك لا هتتجوزي ولا هتخلي فيه فبتفهموا إنها لسه ما أبالتش العرض بتاعها لكن هو بيمشي ويسيبها بعدها بتحس إغوان بصوت الرياح قوي وفي نفس الوقت بيظهر كائن شكله غريب مش باين غير جزء صغير من وشه وهو راكب حصانه ومقرب من الحانة وتاني يوم الصبح بيتلمي الولادة على عربية الحلويات اللي جايبها الحلويات بتاعت حفل بيلتاين بيروح مات يبيع الغوشة اللي سرقها من البنت اللي كان قاعد معاها مبارح لصاحب عربية الحلويات لكنه ما بيرضاش ياخدها منه وبيقول له دي مش دهب ولما بيأكد له مات إنها دهب بيقول له جايز تكون دهب لكن تفتكر هقدر أبيحها في القرية وبيدلوا بدلها ثلاث مصابيح فبيأخدهم مات وبيشتموا ويمشي وبتتمشى موارين معلان وسط الناس في الاحتفال وبتسأله إنت متأكد إن فيه واحد من جنود فيد اللي من غير عيون هنا بيقول لها أيوة فبيتفاهموا إن هما الاثنين النهاردة عندهم مهمة لازم ينافزوها لما بتوقف إغوان على الجسر في الغابة بتسمع صوت الرياح ولما بتوقف جنبها ناييب بتقول لها إغوان إن فيه حاجة غلط في صوت الرياح ولما بيرجع راند وأبوه بيتهم بيقول راند لأبو مش كان المفروض نولع المصباح ده في الاحتفال علشان روحها فبيقول له أبو إحنا بنولعه علشان نوري روحها الطريق لنا علشان ترجع لنا ومش مهم بقى نولعه فين وبعدها بيأخذوا المصباح ويعلقوا على الجبل ولما بيسألوا راند هي عجلة الزمن بتاخد وقت قديل حد ما ترجع روح حد للعالم مرة تانية فبيقول له ما يعرفش بس أكيد فيه سبب قوي بيخلينا ما نفتكرش حياتنا إلا قبل كده ولازم نبقى متأكدين إن مهما تقلمنا أو حزننا عجلة الزمن هتفضل دايرة وفي نفس الوقت بيولع كل اللي في القرية المصابيح وبيمشوها في النهر وبعدها بيروحوا يغنوا ويرقصوا وبيروح لان لموارن وبيقول لها إن فرسان فيت جايين وجايبين معاهم وحوش الترولوك ولازم نمشي دلوقتي ولما بيسألها عرفت مين فيهم اللي إحنا عايزينه وبتقول له لأ وبعد كده بيهجم على سكان القرية الجيش من وحوش الترولوك وبيخلصوا على عدد كبير من سكان القرية وبيهاجموا نييف وإغون فبتنقذهم موارن بقواها السحرية وبتقدر إنها تقضي على الوحوش اللي بتحجمهم ولما بيخش واحد منهم موارا لايلة وجوزها بيدربوا بالفس والسيف وبيقدر جوزها إنه يخلص عليه لكن ضربة من سلاحه بتيج بطن امراته بالغلط وبتموت ولما بيخش وحش من وحوش الترولوك لبيت راند وأبوه ما بيبقاش راند عارف إيه الكائن ده لكن أبو بيطلع سيف عليه رمز رسمة تشبه الطائر وبيضرب به الوحش وبيعودوا هما الاتنين يبرزوا بالسيف وبيتصاب أبو راند لكن ابنه بيقدر يقتل الوحش أما في القرية فبيطارد واحد من الوحوش نييف وإغون وبيقدر إنه يخطف نييف ويجري وبتقدر موارن بقواها السحرية تقضي على عدد كبير من الوحوش لكن قائد جيش الوحوش بير من حيثها سيف بيجي في دراحها فبتقع على الأرض لكن لأنها من آل آسي دي ما بتموتش وبيساعدها لان إنها تقف على رجليها تاني وبتقدر بقوا النور إنها تقضي على جيش ترولوك كله ولما بيرجع راند بأبوه المصاب باسم الأرولوك بتقدر موارن بقواها إنها تنقذه وبعدها بيشوفوا جيش تاني من وحوش ترولوك مقرب عليهم فبتطلب موارن من راند ومات وإغون وبيرن إنهم يروحوا معها لبرج النور لأن واحد منهم هو التنين اللي هيقدر يتصدق لقوا الزلام وأنهم لو فضلوا هنا الوحوشة ضمر القرية لحد ما تلاقيهم فبيركبوا هم الأربعة لحصنة وبيمشوا معها وفي مخيم لأصحاب العبيات البيضة بيودي ولد صغير طبق فضة متغطي لواحد لابس عبايا بيضة فبيأكل اللي فيه وبعدها بيروح عند واحدة من آل آسي دي متكتفة وتحت رجليها حطب وبيأخذ الخاتم بتاعها ويعلقوا في المدليا بتاعته مع أخواتم تانية كتيرة زيه وبعدها بيقعد يتفرج عليها وهي بتتحرق وفي نفس الوقت بتجري موارين واللي معاها من وحوشة رولوك اللي بتجري وراهم وبيوصلوا القرية فبيقولهم راند ممكن استخبأ منهم هنا فبتفهمهم موارين ان الحاجة الوحيدة اللي بيخاف منها وحوشة رولوك هي المياة العميقة فبتدي موارين فلوس للصاحب المعدية علشان يعديهم للجهة التانية من البحر ولما بيوصلوا حوشة رولوك للجسر بيوع واحد منهم في البحر وبيغرق فمش بيتحركوا من مكانهم وبيظهر من وسطهم واحد من فرسان فيت خدام الظلام بتقولهم موارين ان فرسان فيت يقدر يكبروا وحوشة رولوك انهم يعملوا اي حاجة ولما بيحاول الرجل اللي عداهم ان يرجع بالعبارة علشان يجيب ابنه بترفض موارين وبتقوله لو رجعت هيعدوا يمسكونا وانا مش هسمح بدأ وبدغير مسار العبارة علشان تغرقها بسحرها فبيقولها العجوز اصحاب العبايات البيضة عندهم حق الاس دي متوحشات وبيرمي نفسه في المية وبيغرق مع العبارة وتاني يوم الصبح لما بيحسوا انهم هربوا من الوحوش بيقعدوا في الغابة يستريحوا وبيقعدوا الاربع يتنقشوا في اللي بيحصل وبيقولوا براند لواحد مننا هو التنين زي ما بتقول يبقى هو اللي هينقذ العالم لان الناس بتقول ان التنين الاخير دمر العالم لكن التنين اللي جاي هو اللي هينقذهم وبالليل بتروح موارين تصحي اغن وبتاخدها معاها للغابة وبتديها سلسلة وبتقول لها انت ممكن تكوني واحدة من الاس دي وبتديها شوية تعليمات وبعد ما بتنفذها بتبدأ قوها بالتحكم في النور تظهر اما بيرن فبيكون قاعد لوحده قدام النار ولما بيكشف رجليبي بان فيها جرح من المعركة ولما بتقرب منه اغن بيغطي رجليه بسرعة وبالليل بيطلع راند منبقه وطواته وبعد كده بيشوف راجل عملاق لابس اسود وعينيه شبه جمر النار بيقرب منه وبعدها بيصحى من انهم يلاقي وطويت ميته حواليه في كل مكان وبيلاقي ان كل صحابه حلمه بنفس الحلم ولما بتسمع موارن الحلم بتاعهم بتقول لهم يلا نمشي من هنا بسرعة ولما بيعترد راند وبيقول لها انا مش واثق فيك بتقول له اعمل اللي انت عايزه ويغنوا صحابه وبيتنرفزوا عليه وبيفهموا ان الولاها كان زمانهم ميتين في القرية وفي الطريق بيقابلوا فرسان من اصحاب العبايات البيضة فبتدي موارن الخاتم بتاعها قليلان علشان يخبيه وبتقول لهم اتصرفوا على طبيعتكم وما حدش منكم يقول ان من آل اس دي ولا اننا رايحين للبرج الابيض وبتفهموا من اصحاب العبايات البيضة قتلوا سبع من اخوتها قبل كده ولما بيوقفون بتقول لهم موارن انها رايحة زور اختها وان فيو حوش في قرية قريبة هجموهم وبتوريهم الجرح لفدرحها فبيخلوهم يعدوا ولما بتسألها اغوان انت ما شفتيش جرحك ليه بيقول لها ان آل اس دي بيقدروا يشفو جروح غيرهم لكن ما يقدروش يشفو نفسهم وانها لازم تقابل واحدة من اخوتها علشان تقدر تشفيها وبيفضلوا بعدها ماشيين لحد ما بيختاروا مكان يباتوا فيه وبيكون بيرني بيملى مية للسفر ولما بيحس ان الجرح بيوجعوا وبيعر رجله فبتحوطوا الديابة لكن بدل ما تحجموا بيقدم واحد منهم ويلحس الدم قل على رجله وبعد شوية بياخد باقي الديابة ويمشي ولما بيناموا بالليل بتكون موارين تعبارة جدا فبيتناموا وبيناموا كلهم وبعدها بتحس اغون ان في حاجة غلط ولما بتقوم بتشوفوا حوش الأورولوك محوطنهم في كل مكان فبيتصحيهم وبيشيل بيرني موارين على حصانه وبيركبوا كلهم لحصنة وبيجروا وروحوش بتجري وراهم لحد ما بيوصلوا لمدخل قرية مهجورة الروحوش بتقب بعيدة ومش بتقدر تقرب منها فبيخشوا هما الستة القرية وبيلاوا انها قرية مهجورة فبيخشوا مبنى من المباني اللي فيها وبيحكي لهم لان حكاية القرية دي ان فجأة اهلها كلهم اختفوا وطلعت اشعة عنها ان الشر اللي موجود في القرية خلص على كل سكانها وما سبلهمش اي اثر ومن وقتها فضلت القرية دي مهجورة وما فيش اي حد بيقرب منها حتى وحوش الأورولوك نفسهم بيخافوا يدخلوها وبعدها بيدي ماد بيرني سكينة كانت عاملها لمراته ليلة ولما بيناموا بالليل بيسمع ماد صوت الخيول فبيصحى وبيمشي ورا نور جاي من قوضة صغيرة وهناك بيلاقي صندوق صغير ولما بيفتحوا بيلاقي جوا خنجر وبعدها بيعلى صوت الخيول فبيصحوا كلهم وبينتشر في المكان خيال اسود اول ما بيلمس الخيل بيتحول لطراب وبيختفي وبينتشر خيال الاسود في المكان فبيتفرقوا قبل ما يلمس حد فيهم وبيشيل لان موارن وبيركبها على الخيل وبيجروا بسرعة برا القرية وبتجري اغوين هي وبرن وبيفضل الخيال الاسود يجري وراهم لحد ما بيرموا نفسهم من فوق الجسر وبيعفوا في النهر اللي برا القرية وبيجري راند ومات وبيقدروا انهم يهربوا في اخر اللحظة قبل ما الخيال الاسود يلمسهم وبيهربوا عن طريق النهر في الغابة بيلاقي لان سيف على رأبته والحاكمة نينيف بتهدده انه لو موصلهمش باغوين واللي معاها هتقتلوا وبتبتدي الحلقة التالتة بنينيف اللي بتقدر تهرب من وحش الأورولوك لما خدها للغابة وبعدها سبع علشان يخلص على واحد من الوحوش التانية بتجري لحد ما توصل للبحيرة المقدسة اللي في القرية وبتستخبى فيها ولما جي الوحش وراها ونزل في المية علشان يدور عليها قدرت انها تسحب السب بتاعه وتقتله بيه وبعدها بتخرج من البحيرة وتهرب وبيفاهمها لان انهم هم اللي حاموا صحابها وانهم لو كانوا سبعهم في القرية كانت الوحوش قتلتهم وبيطلب منها انها تعالج جرح وموارن ولما مش بترضى بيهددها بالسب بتاعه في نفس الوقت بيدور راند ومات على اغون وبيرن ولما بيطلب منه انهم يرجعوا للقرية بتاعتهم بيرفض مات وبيقولوا انا هكمل في الطريق اللي قالت لنا عليه موارن وبيمشي بيرن واغون مع بعض وبيسمعوا صوت الديابة وراهم فبيولعوا نار وبيعودوا قدامها بعد كده بيروح لان يشرب نينيف مية وهي متكتفة وبيطلب منها مرة تانية انها تساعد موارن والمرة دي بتوافق بتجمع عناصر من الغابة علشان تعمل بيهم العلاج اللي هيش في جرح موارن وبعدها تطحنهم مع بعض وبتحطهم على الجرح وبالليل بيحلم بيرن انه في بيتهم وبيشوف الراجل اللي يعنيه زي كور اللهب وبعدها بيشوف ديب وهو بيأكل مراته اللي بيبصله بعد معانيها تحولت لللون الابيض ولما بيسحم للنوم بتقولوا اغون الديابة قربت منها وبيجروا منهم في الغابة لحد ما بيوصلوا الارض فضية فابتوقف الديابة على حدودها وبيكملوا هما الاتنين جاري اما راند ومات فبيوصلوا القرية على النهر واول ما بيدخلوها بيلاقوا واحد ميت متعلق فأفص على باب القرية ولما بيخشوا القرية بيروحوا للحانة الصغيرة اللي فيها ويطلبوا اكل بيسأل راند البنت اللي بتشتغل هناك اذا كانت شافت ناس غريبة غيرهم النهاردة في القرية فبتقول لهم لأ وبعدها بيقعد واحد اسم القصص بيحكي قصة بهو بيغني وبعد ما بيخلص بيسرق من مات الكيس اللي فيه الفلوس بتاعه ومش بيرضى يرجع حاله بيمنعوا راند من انه يتخانق مع اللي سرقوا وبعد كده بيوصل بيرن واغون لأسار عربيات ماشي على الارض وبتقول له اغون ان الزئاب كانت عاوزانة نوصل للمكان ده وبعدها بيمشوا على أسار عجل العربيات وفي القرية بيطلب راند ومات من صاحبة الحانة انهم يباتوا في اي قوضة عندها مقابل انهم يساعدوها فبتوافق وبيروح راند يكسر الحطب وبتخانق هو ومات اللي بيقول له اوعد كون صدقت حكاية النبوءة وانه واحد مننا هو التنين انه رجع القرية وعاوز ترجع معايا ماشي مش عاوز برحتك بيخش بعدها لصاحبة الحانة وبيساعدها في تقديم الطلبات للزباين فبتدله بقشيش وبيسألها ازاي ممكن يرجع القرية بتاعته فبتقول له ممكن عن طريق مركب في النهر بس محتاج ليبقشيش كتير علشان يجمع المبلغ فبيفاهمها انه هيكمل شغل معاها لحد ما يجمع تمن رجوعه لقريةه في الغابة مش بيأثر العلاج اللي عملته نينيف لمورن على الجرح ولا بيشفيها فبيطلب منها لان انها تفضل قاعدة جنبها لحد ما يرجع وبيسيبهم ويمشي في نفس الوقت بيقابل بيرن واغون اي لا ورين على الطريق اللي بياخدوهم معاهم للمكان اللي هم قاعدين فيه وبيقدمو لهم الاكل والمية ولما بتسألهم ايهون انتم مين بيفهموها انهم قالت واثان الرحالة بيخلص راند تقطيع كل الحطب فبتاخدوا البنت صاحبة الحانة وبتوريله القوضة اللي هيبات فيها هو ومات وبعد كده بيرجع لان لمورن ومنايف وبيقول لنايف انه لقى اللي هيعالج مورن وبياخدها قدامه على الحصان وبيمشو هما التلاتة وفي نفس اليوم بالليل بيروح مات للراجل الميت اللي متعلق في قفص على اول الطريق علشان ياخد منه الجوهرة كان شايفها معاه الصبح وبيلاي القصاص اللي كان في الحانة وسرق وجاي وراه وبيساعدوا انه ينزلوه وبعد ما بياخد منه مات الجوهرة بيرجع له المغني الفلوس اللي سرقها منه وبيتفنوه وبعدها بيسيبوا القصص ويمشي في القوضة اللي اديتها البنت الراند بتقفل عليه الباب علشان ما يقدرش يهرب وبتسرق السيب بتاعه وبترفعه عليه وبيكتشف انها تعرف كل حاجة عنه فبيكسر باب القوضة وبيخرق لما بيجي مات بتهددهم هما الاثنين وبتقولهم انها بلغت واحد من جنود فيد اللي بيخدموا الظلام علشان يجي ياخدهم وبتأكد لهم انها بتشوفهم هما الخامسة كل يوم في حلمها وان واحد منهم هو التنين اللي عاوزوا ملك الظلام علشان يتحدوا مع بعض وفجأة بيلاقوا سيفة غرس في رعبتها وبيلاقوا القصاص اللي بيقولهم لازم نهرب دلوقتي حالا لو عاوزين تعيشوا بعدها بيوصلان وموارن ونايف لما كان فيه ستات من آل أس سي دي وبتستقبلهم واحدة منهم اللي بتقولهم انها قبضت على واحد بيقول انه التنين المنتظر ولما بيبصوا وراها بيلاقوا محبوس في القفص وبيطلع البروفيسور بس المرة دي طالع في دور غلدن التنين المنتظر بيقضي جيش غلدن على مملكة كاملة وبيقدر هو بقوى الظلام انه يقتل حراس الملك وبيقوله الملك انت عمرك ما هتلبس التاج الفضلي فبيقوله ببرود انا التنين المبعوث ومش محتاج انه ألبس التاج بتاعك فبيفهمه الملك انه استدعى آل أس سي دي وهيجو يقضوا عليه في نفس الوقت بيسمع غلدن صوت واحدة بتقوله انه هيخونه وواحد تاني بيقوله انه هيعمل معاك زي ما عمل مع ابوك وامك ولما بيرفع عليه الملك خنجر علشان يقتله بيقدر بقوى انه يخليه يسيبه وبيكتفه لكن بعدها بيسيبه وبيشفي الجرح اللي في دراعه وبيقوله ان التنين اللي فات دمر العالم لكنه هو هيوحده وانه في مكان جنبه حتى لأعداءه وبعد ما بتشفي واحدة من آل أس سي دي موارن بتروح معاها علشان تشوف اللي بيدعي انه التنين وبتلاقي محبوس فقفص وبيقولولها انهم سدوا ودانوا بأنسجة من الهوى وانهم مش بيقدروا سيطروا على قوى غير لما بيكونوا اتنين مع بعض وانه هو الواحده قادر يغزو مملكة كاملة واكبر الملك ان يكون من اتباعه ولما بتسألهم قبطوا عليه ازاي بتقولها واحدة منهم انهم هجموه هو نايم وحجبوه القوى بتاعته واول ما اصروا الجيش بتاعه هرب وبتقولها واحدة تانية منهم انهم نشروا قواتهم حوالين المخيم علشان يعرفوا لو اي حد من جيشه قرب منهم وبتفهمها واحدة تانية انه مش محتاج لمحاكمة علشان يعقبوه لانه كان متوجه للبرج بتاعهم علشان يدمرو لكن بترد عليها واحدة منهم وبتقولها ان امر لين سيت الحاكمة بتاعتهم امرت انهم يودولو البرج حي علشان يتحاكم هناك وبتريح موارن واحدة من زميلها وبتاخد مكانها في حجب قوته اللي بتحس انها قوة رهيبة وبيستعد جماعة التوى ثاني الرحالة انهم يمشوا من المكان وبيقول بيرن اللي اغون انه مش مرتح لهم فبتقوله لو عملوا اي حاجة ما ريحتناش هنمشي ونسيبهم وبعدها بيمشوا معاهم ناحية الشرق اما راند ومات فبيمشوا مع القصاص ناحية الشرق برضو وبيبقى راند شاكك فيه لكن مات بيقوله انه انقص حياتنا وبعدين بيقوله انت مش ملاحظ ان صاحبة الحانة قالت ان التنين واحد مننا احنا الخامسة بس احنا اربعة بس بعدها بيوصلوا المكان في الغابة وبيلاقوا في بيت وستبل وبيقرروا انهم يرتحوا فيه فبيلاقوا واحد موجه سهم ناحيتهم فبيفهمهم راند انهم مش هيئزوا وانهم عاوزين مكان يناموا فيه النهاردة بس زي اسطبل الاحصنة بتاعتهم فبينزل السهم بتاعه وبتنزل مراته وبنها السهم بتاعهم وبتقوله مراته انه ممكن ينظفوا الاسطبل ويناموا فيه وفي مكان المخيم بتاع آل اس دي بتقعد واحدة من آل اس دي جنب نييف وبتفاهمها ان آل اس دي بينقسموا لتلات مجموعات الزرقوا ودول جواسيس زي اللي منهم موارن والحمر ودول اللي بيسلبوا اي حد بيمتلك قوة قوة علشان الكل يبقى زي بعضه وآل اس دي بس هم اللي يملكوا القوة والخضر ودول محاربات وبتحذرها من موارن اللي بيبقى باين جدا انها بتكرهها وبينظف راندو ومات لسطبل وبعدها بيخرج مات ياخد استراحة فبتقدم له بنت صاحب المزرع عايش وبتقول له شكرا علشان ساعتنا في تنظيف لسطبل وبعدها بيتكلم القصاص مع راندو بيفهموا انهم لازم يخلوا بالهم من مات لانه متهور واكيد عنده قوة كبيرة زي اللي كانت عند ابن اخوه اللي لما سلبته آل اس دي الحمر القوة دي قتن نفسه بعدها بأسبوع وعلى نار المخيم بالليل بيحكي حراس آل اس دي لنايف انهم فخورين جدا انهم حراس آل اس دي لان آل اس دي بيخدموا العالم كله بعدها بيشوف راند بيرن وهو بيقتل حد ومات ماشي من وراه ويديه كلها دم واغون بتنادي عليه وبيطلع من وراه الرجل المخيف اللي عنيه شبه الجمر فبيصحى من النوم مفزوع ولما مش بيلاقي مات بيجري هو والقصاص ناحية البيت بيلاقوا الراجل وابنه ومراته مقتلين ومات بيشاول بالخنجر بتاعه الفوق وبيقول انا شايفك وفجأة بيخرج واحد من جنود الفيد اللي من غير عيون وبيحاول يقتل مات لكن القصاص بيمنعه وبيقعد يبرزه وبيشد راند مات وهم بيجروا بيلاقوا البنت القروية الصغيرة ميتة فبيركبوا الاحصنة بتاعتهم وبيهربوا بسرعة وفي مكان مخيم آل اس دي بتشوف نايف ألن وهو ماشي بعيد عن المخيم ولما بتمشوا وراه بتلاقيه قاعد يصلي الأسلاف وليماته وبيعود يتكلمه شوية مع بعض وبعدها بتقوله انا ما كنتش فاكرة انك راجل عندك أخلاق وانتماء لناسك بالطريقة دي وبعدها بيسمعوا صوته عالي جاي من ناحية المخيم فبيجروا على هناك وبيلاقوا ان جيج غلد وصل لأرض المخيم وبيرمع عليهم السهام اللي بتقدر واحدة من آل اس دي الخضر المحاربات بقوها انها تحولها ناحية جيج غلدن وبيموت عدد كبير منهم لكن باقي الجيش بيجري ناحيتهم فبيتحد آل اس دي علشان يصدوا هجومهم مع آلن وباقي الحراس اول ما بيعرف غلدن ان جيشه وصل بيحرر نفسه من قيود آل اس دي وبيقتل واحدة منهم وبيقف الحراس ومعهم آل اس دي علشان يتصدوا لجيج غلدن وفي نفس الوقت بتتكلم موارن مع غلدن وبتفهموا انه مش التنين اللي موجود في النبوءة بينقذ آلن حياة نايف في المعركة وبيخدها وبيجري بيها هو وآل اس دي وباقي الحراس ناحية الكهف بيحاول آل اس دي انهم يتحدوا مع بعضه ويقضوا على غلدن اللي بيجري ناحيته حارس آل اس دي اللي مات علشان يقتله واول ما بيحط الفاس بتاعه في دائرة الطاقة بيفجرها غلدن بقوة وبيقتل آلن وبتتصاب موارن ويقول لآل اس دي واول ما بتشوف نايف آلن بيموت قدامها بتصرخ وبتملأ المكان بالنور وبتعالج كل المصابين ومنهم آلن وبيرجعوا للحياة وبتحد آل اس دي وبيوحيدوا قوتهم وفي النهاية بينجحوا انهم يسليبوا غلدين قوة وبيخدوا معاهم للبرج الابيض علشان تعاقبوا سوان سانشي الام بنفسها قبل ما يوصلوا للبرج الابيض بتروح موارن واللي معاها يدفنوا اللي ماتوا فيه اكفان بيضة في الارض من غير ما يغطوهم بالطراب وبعد شهر بيوصلوا للبرج الابيض وهم واخدين لغن اسير وبيسألها قالين هنأمل ايه لو الاربع التانين ما كانوش وصلوا فبتقولوا انهم وقتها لازم يدوروا عليهم في نفس الوقت بيوصل مات ورند لمدينة قبل البرج الابيض اسمها طار بالون وبيبقى باين علامات انه تعبان جدا ولما بيسألوا رند ويقولوا انت كويس بيقولوا ايوة كويس وبطلت عميني كأنك مسؤول عني الموضوع كله ان بقى ان فترة كبيرة ما نمناش على سرير دافي فلازم اكون تعبان بيقرروا قبل ما يروحوا للبرج انهم يستريحوا شوية في فندق اول ما بيدخل مات الاوضة بيرمي نفسه على السرير فبيقولوا رند انت ما كنتش السبب في قتل البنت الصغيرة اللي اتى للعيلة دي هم الفيد بتاخد موارن وقالن ونايف الاوضة في البرج بعيد عن باقي الاخوات وبتطلب منها موارن انها تبعد عن كل اللي كانوا معاهم في الصفر فبيقول لها انا ما يهمنيش اي حد هنا غير الاربعة اللي من القرية بتاعتي وانت قلتلي انينا هنلاقيهم لما نيجي هنا فهم فين بقى فبتفهم انها لها عيون عند كل بوابة وفي كل مكان هنا واول بحد يشوفهم هيبلغها فبتقول لها وانت ساعتها هتقولي لي بقى انك لقتيهم انا شايفة اني اسلم حل اننا اللي ادور عليهم بنفسي بتطلب منها موارن انها ما تستخفش بالستات اللي في البرج لانهم كلهم عندهم قوة خرقة زي اللي عندها ولو عرفوا انها هنا كل واحدة فيهم هتحاول تثبت انها اقوى منها وساعتها هي مش هتقدر تكون ندي ليهم فبتقول لها بتحدي لو انا قوية اوي زي ما انت ما بتقولي يبقى لازم انتوا كال اس دي تخافوا مني بتخرج قلم من القوضة وبتقول لها موارن ما فيش مشكلة انك تكوني خايفة انا كمان كنت زيك قبل كده في الاول بس مع الوقت هتتعودي ان القوة اللي عندك دي هبأ لازم تستغل لها كويس واصحابك لما لقيهم هاخذك ليهم وبتسيبها وتمشي في نفس الوقت بيقرب بيرني واغون للبرج الابيض مع قبيلة الغاجر وقبل ما يوصلوا لبرج بيوقفهم قائد العبيات البيضة وبيطلب من زعيمة الغاجر انها تسلمهم بيرني واغون لكن هي بترفض وبتقولوا مستحيل نسلمك اتنين مننا فبيقول لها دول مش منكم فبيتفهموا انهم طالما تدفوا بالنار بتاعتهم وكلوا من اكلهم يبقوا منهم زي معاهد الورقة بتاعتهم بيقول فبيتريق عليها هنا وبيقول لها وريني بقى هتحميهم مني ازاي فبيمسكوا كلهم في ايدين بعض وقدامه علشان يمنعوه انه يعدي ويوصل لهم فبيضربها بالقلم وبينزل باقي الرجالة يضربوا فيهم وفي نفس الوقت بيهرب واحد منهم بيرني واغون لكن مجموعة فرسان من العبيات البيضة بيحصروهم في طار فالون بيدخل راند المكتبة وبيفتع كتاب عن السحر يقرى فيه وفجأة بيلاقي كائن شابه الوحوش بيقول له انت دخلت هنا انت فبيرفع راند سيفه عليه فبيقول له الوحش انتم البشر كده ردوت فعلكم غريبة لما بتشفوني منكم اللي بيصرخ ومنكم اللي بيطردني بسلاح انا مستش الملجأ اللي كنت عايش فيها علشان هتعامل المعاملة دي فبيسألوا راند انت اغير فبيقول له ايوة انا اسمي لويل ابن ارنت ابن هال وانت بقى مين فبيعرفوا راند بنفسي وبينزل سلاحه وبيقول له انا اسمعت الاسم ده قبل كده وهموا انا اقريك كتير عن الناس اللي من قابلة الايل بيأكد له راند انه مش من قابلة الايل وانه من سكان النهرين فبيقول له ان شعروا لونه من سمات قابلة الايل فبيقول له ان كتاب السحر ده كان فيه واحدة من قريطه المفروض انها في البرج دلوقتي كانت دايما بتقرأ فيه بعدها بيسمع راند سوط نوكب في الشارع وبيشوف مات ماشي فيه فبيقول له لويل ان الاس دي اسروا التنين المزايف اللي لما سلبوه قوائد جنن وبيوروه للبلغ كلها فبيخرج بسرعة ولما بيدور على صاحبه بيلاقيه وايف بيتفرج من بلكونة فبيطلع له وفي نفس الوقت بيرمي السكان لوغن بالطماطم وبعد ما بيطلع راند الماد بيرفع لوغن راسه ناحيتهم وبيعود يضحك فبيقول مات لراند اوعدني لو تحولت زيه انك تقتني فبيقول له راند ولو انا تحولت بقى فبيقول له هقتلك برضو فبيعيده راند انه ينفذ اللي طلبوا منه فالبرج بيحاول قالن انه يواسي صاحبه استابين حارس كرني الاسي دي اللي ماتت على ايد لوغن فبيتنرفز عليه ويقول له جرب ان مورن تموته وبعدها تعالى وسيني وبيروح بعدها يتخلص من الخاتم بتاعها وهو ويعيط وفي معسكر اصحاب العبايات البيضة بيلبسوا اغوان عباية بيضة زيهم وبعدها بيكتفوها على كرسي قدام الزعين بتاعهم فالدة وبأمرهم النوم يدخلوا بيرن اللي بيبقاها متكتب برضو بتحاول اغوان تقنعه انها مش من الاسي دي وان بيرن مش الحارس بتاعها فبيقول لها ان النور مش ممكن يوقعها في طريقه مرتين وهي مش من الاسي دي وبيقول لها انا هقتلك وحاولي بقواكي انك تمنعيني بعدها بيروح يجرح ظهر بيرن بالسكينة بيقول لها اخلاء عناصر القوة علشان هقتلك وسيبه هو يمشي ولو ما خلقتش القوة هقتله هو وسيبك انت تمشي وقبل ما يخرج بيقول لهم قرروا مين منكم اللي هيموت وبعد كده بيدخل لوية العلامات وراند قدوتهم وبيقول لي مات انه لقى في البرج الابيض البنت اللي كان بيكلمه عنها وبتفجأ راند ان نينيف لسه عايش ولما بتحاول تقرب من مات بيمسك ايديها وبيقول لها بحد ما تلمسنيش وبعدها بيعتذر لها فبتقول له نام انت محتاج ترتاح لما بتقعد نينيف مع راند بيقول لها ان مات شكله هيقدر يصنع القوة وعشان كده خايف يوديه البرج لانه مش واثق في موارن ولانه شاف هي عملت ايه في التنين المزيف فبتقول له كويس جدا انك تصرفت كده في الخيمة اللي فيها اغون وبرني لما بيدخل فالدا وبيسألهم وصلته القرار ولا لا محدش فيهم بيرد عليه بتحاول اغون انها تستجمع قواها لكنها بتكون ضعيفة مش بتقدر تقزي فالدا وفي نفس الوقت بيرني بيحرر نفسه بقواه وعينه بتتحول للون غريب بيقول له فالدا وهو مرعوب منه انت ايه وفي نفس الوقت بتكون اغون حرارة نفسها وبتضرب فالدا بالسكينة في دراعه وبتاخد خواتم الاس دي اللي قتلهم فالدا وبيعربوه هما الاتنين لما بيخرجوا بيلاو الزئاب بتهاجم بقية فرسان العبايات البيضة وبيقول لها بيرني ما تخفيش منهم هما مش هيئزونا وبيجروا هما الاتنين بعدها في قوضة نوم وارين بتقول لها إيلانا انها سمعت ان امرلين سيت هترجع من كيملين وانها تستدعيهم للقاع علشان تستجوبهم بخصوص لغين فبتأكد لها إيلانا ان قوة بتكبر وان الاخوات معظمهم بيسمعوا كلامهم مش الحمر بس وبتفاهمها ان عندها عدوهتين في البرجة أقوية جدا وبتطب منها انها تاخد بالها منهم وبيروح ألن يبات مع صاحبه استابين علشان يحاول يوسيه ولما بيصحى تاني يوم مش بيلاقيه ولما بيخرج برا القوضة بيلاقيه انطحر وبيعملوا كلهم ليه الشعائل الجنائزية بتاعت الحراس وهم كلهم بعياته خصوصا ألن وبعد كده بيصحي سانشي بنته الصغيرة سوان من النوم وبيقول لها يلا علشان نقوم نصطاد سمك ولما بيكونوا في المركب بتاعهم بتستخدم البنت الصغيرة قواها علشان تساعد أبوها فبيقول لها أنا طلبت منك انك ما تستخدمش قواكي أبدا علشان ما حدش يشوفك فبيقول له انها بعيدة عن القرية فبيفاهمها ان الستة الحاكمة بتقدر تتحكم في قواها ولما بيخلصوا صيده وبيرجعوا لبيتهم بيلقوا وتحرق فبيخدها أبوها عند النهر وبيقول لها تدربي على رمي الطعم وفك العقد كل يوم وما تكسليش وتستعملي قواكي ولما بتقول انت هتصطاد وتجمع الصدفين من غير مركب ولا بيت بيطلب منها انها ما تقلقش عليه ولما بتسأله هرجع البيت امتى بيقول لها لما تبقى تير مكان قامل ليكي وللي زيك ولما بتقوله تعالى معايا بيقول لها ما ينفعش فبيتأكد لأبوها وهي بتعاية ان البرج الأبيض مش مكانها فبيقول لها انت هتبقي عظيمة ولو حد حاول يهين سوان سانشي عرى فيما قامه وانك بنت النهر قوية زي مد البحر بالزبط فبتسيب أبوها وبتاخد المركب وبتمشي في البحر وبيودعها أبوها وهو بيعيط بتكبر سوان علشان تكون قائدة الأس دي وفي حضور كل الحاكمات بتطلب من الحرس انهم يجيبوا التنين المزايف للقاعة لما بيوصل بيحاول انه يستفزها علشان تقتله لكنها بتقوله بهدوء ما تحاولش تستفزيني علشان أحكم عليك بالموت انت هتفضل عبرأ لكل رجل بيحاول تسخير القوى وهتفضل طول عمرك مسجون ومترائب لحد ما تتجنن فبتوسلها علشان تقتله لكنها بترفض وبياخده الحراس برا القاعة وبعدها بتطلب من موارين وإيلانة انهم يعربوا منها وبتقول للاين دارين ان اللوغين كان لازم أول ما يقبضوا عليه جبوا ليها علشان تحكموا وهي اللي تجردوا من قوى مش هما اللي يعملوا كده في ميدان المعركة فبتقول لها للاين دارين انه كان قوي جدا وانهم كان لازم يجردون من قوى بعد ما أتى الوحدة منهم وبتأمن إيلانة على كلامها وموارين كمان لكن سوان بتصر على عقاب لاين دارين لأنها باقت القائدة لما كريني ماتت وبتقول لهم ان قوانين البرج محطوطة علشان تحمي الناس من سحرهم مش علشان تحمي حياتهم هما فبتقول لها لاين دارين انت ليه ما بتجيبيش سيرة البنت اللي جبناها معنا مع انك عارفة انها أقوى واحدة فينا بتصنع قوى حتى أقوى منك انتي وكانت مع موارين طول الطريق وما قلت الناش عليها حاجة فبتقول لها موارين انها كانتشكة ان عندها قوى لكن ما كانتش متأكدة فبتتجاهل الرد عليها وبتقول لامري اللي نست وده لقب الحاكمة سوان ان موارين بقى لها سنتين برا البرج ومهمتها كانت جمع الاسرار واكتشاف اي خطر ممكن يضرهم لكن ما بلغتهمش ان محوشل هتهجب من الغرب ده غير ان جيش لغن عدده اضعف في الجنوب من غير حتى ما تحذرهم فبتقوم كبيرة الزرقوات ميغان وبتقول لها دي مسألة تخص الزرقوات ومش مجال للمناقشة في القاعة فبترد عليها لا يندرين بعندي ان كل حاجة ممكن انها شوها في القاعة اللي اذا كانت الام بتعمل حساب للزرقوات لانها كانت منهم فبتسأل امريلين سيت موارين انت ساب البرج بقالك سنتين ايه السبب في صفرك لكل البلدان اللي روحتيها فبترفض ترد عليها وهنا بتخليها تركع قدامها وبتسألها نفس السؤال تاني فبترفض موارين انها ترد عليها فبتتنرفز عليها الام وبتقول لها ازاي تجرؤ التعصي او امري ولن تفاكرة لان دمك نبيل فانا وباقي الحاكمات اقل منك استني بكرة وهحكم عليك بعدها بتروح موارين لمات ورند اللي اول ما بيشوفها رايحة ناحية مات بيرفع صيفه عليها وبيقول لها مش هسمحلك تأذيه لكن قلم بيهجم عليه وبيكتفه ولما بتقرب من مات بيرفع الخنجر اللي لقاه في المدينة المهجورة عليها لكن هي بتقدر تسحب قوة ظلامة لجواه وتحطها في الخنجر ده وبشيل بعدها قلن الخنجر من على الارض وبشكرها رند على اللي عملته مع صاحبه وبتقوله لازم تبعده عن الخنجر ده لانه لو لمسو تاني هيضيع للأبد ومش هنقرف نرجعه بعد كده بتعرف موارين من واحدة من الصفروات انهم لقوا اغوين وبيرن فبتروح لهم وبتفهم موارين اغوين ان الصفروات هم احسن المعالجات على الارض وانهم هيساعدوا بيرن انه يرجع زي الاول فبتديها اغوين الخواتم اللي خدتها من فالدة وبتقول لها على اللي حصل لبيرن فبتطلب منها انها ما تحكيش لحد حاجة ومش بتقول لها ان راندو مات موجودين في طار فالون بعدها بتروح موارين لقودة سوان عن طريق باب سحري وبتقول لها انها لقت خمسة ممكن يكون اي واحد فيهم التنين فبتطلب منها تاخد بالها لان النبوءة بتقول ان التنين هيغلب الازلم يا هينضم ليه فبتأكد لها موارين ان لو ده حصل هي اللي هتقتلو بنفسها وبعدها بتحكي لها سواء عن حلمه بتشوفه كل يوم ان الازلم عنده عين على العالم ضعيب بس سقوطه بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله وبتأكد لها انهم لو تحركوا دلوقت هيقدروا تغلبوا عليه لانهم عارفين ما كانوا فبتقول لها موارين انها لسه مش عارفة مين فيهم التنين فبتفاهمها انها لازم تاخدهم كلهم معاها فبتأكد لها انها كده تبقى بتحكم عليهم بالموت كلهم لان اللي هيوب بين التنين والازلم هيموت فبتقول لها ويمكن مايموت شيء وبتطلب منها لما تحكم عليها بكرة انها تحكم عليها بالنفي لان ميغان كبيرة الزرقوات امرتها بانها تفضل في البرج تاني يوم بتسأل موارين آلن عمات فبيقول لها انه سهر بارح وقاعد يشرب فبتلاقي لعين دارين بتقولها ان فيه اتنين تاني برضو من النهرين عند الاخوات الصفروات بيعالجوهم فبتتنرفز عليها موارين وبتقول لها انا عارفة ان فيه علاقة بينك وبين راجل وعارفة بتقابليه فين ومكان بيته ولو ما بعتيش عني هقول للاخوات على مكانه وانت عارفة هيعمله فيه ايه فبتتصمر لعين دارين في مكانها بعدها بتروح موارين تقابل لويل وبتقوله انا محتاجة مساعدتك وبعدها بتاخد اغوين لقاعة البرج اللي بتبقى مبهورة بكل حاجة فيها في القاعة بتقابل اغون ناينيف وبعد ما بيروحوا هما الاتنين يقابلوا امرين سيت وبتعرفهم انهم هما الاتنين مع بعض عندهم قوة هيقدروا يواجهوا الازلم بيها وبعدها بتحكم على موارين بالنافي وبتقسم على العهد انها مش هترجع للبرج تاني الا لو استدعتها امرين سيت العظيمة وبعدها كل الاخوات بيدوروا ظهرهم ليها وبتخرج من البرج وبتروح عند مدخل الطرق وبتلاقي هناك لويا المستنيها وبتيجي وراها نايف واغون وماتوا بيرن ورند وقلن وبيسلموا كلهم على بعض وبيمشوا الخيل وبيقول لهم لويا لان الخيل مش هستحمل وعورة الطرق المختلفة ولما بتقول لها ناينيف احنا مش هنمشي معاك غير لما نعرف احنا رايحين فين فبيقول لهم لويا لانها ممرات قديمة خارج الزمان والمكان وخطوة واحدة فيها بتساوي 160 كيلو في العالم بتاعهم وبتقول لهم موارلين انها اسرع طريقة لعين العالم ولما بتسألها اغون احنا رايحين لهناك بتقول لها لان سجن الازلم هناك وان اللي حبسوا هناك هو التنين الاخير وبتفهمهم ان واحد فيهم هينهي اللي بدأوا في حياته اللي فاتت ولما بيقول لها راند بس انتي لسه مش عارفة مين فينا التنين فبتقول لهم احنا لو ما هجمناش الازلم دلوقتي وهو ضعيف هيحل الزلام على العالم كله وجيوش وحوشو الطرق وفرسان فيد بالملايين هيضمروا الارض وهيكلوا يقتلوا كل اللي هيلاقوا في طريقهم ولما بتسألها اغون واللي مش هيطلع هو التنين هيحصلوا ايه فبتقول لها محدش عارف بعدها بتفتح البوابة بقواها فبيقول لها ماتوا اللي عايز يتراجع فبتقول له ما بقاش في مجال للتراجع وبيعدوا كلهم من البوابة الا مات اللي بيعودوا ينادوا عليه لكن هو مش بيرد عليهم وبتتقفل البوابة بعدها بتبتدل حلقة بواحدة حامل في منطقة جبلية متغطية بالتلج بتتقاتل مع محاربين وبالرغم من انها بتجيلها الام الولادة الا انها بتقدر تقتل عدد كبير منهم وقبل ما تقتل اخر واحد فيهم بيضرابها بخنجر في جنبها وبعد ما بتقتلوا بتاخد الوشاح بتاعه وبتروح تقعد جنب الصخرة لان خلاص بيكون طفلها بتولد وقبل ما تولد بلحظات بتلاقي قدامها واحد من جيش الاعداء موجه سيفو ناحيتها بعد ما بتتقفل بوابة الطرق وماد ما بيدخلش معاهم بيفضل صحابه ينادوا عليه وبيطلب راند من موارن انها تفتح البوابة مرة تانية لكنها بتقوله ان هو اللي اختار وبيفهموا لي لان البوابة بتفتح مرة واحدة بس وانهم ما يقدروش يستخدموا القوى الواحدة جوه البوابة وإيه اللي هيبقوا بيسلموا نفسهم لماشين شين اللي هتلتهم اروحهم بسهولة ولما بتسألوا نايف مين ماشين شين دي بيغير الموضوع وبيقول لها موارن مشت ولازم نحصلها وبتوعدهم نايف انهم هيدوروا عليه بعد ما يخرجوا من هنا ولما بيسأل ألم موارن هيعملوا إيه لو طلع هو التنين بتقوله ان فيه جواه قوى ظلام فطرية ولو هو التنين فعلا يبقى لازم نبعده عن الأزلم وإلا هيتحد معه ضد البشرية كلها وبعدها بيقول لهم بيرن انه شايف حاجة قدامهم وبكتشفوا ان حجر الارشاد لكنه بيكون مشوه فبيقول لهم لويل ان دي اول مرة يشوف حجر الارشاد مشوه وكاين فيه حد مش عاوز يرشدهم للطريق وبيطلب منهم شوية وقت علشان يقدر يقرأه وبيفهم آلن وموارن انه فيه حد ماشي وراهم ومش عاوزوا موصلوا وهو اللي شاوه الحجر ولما بتسأل نايب بيرن انت شفته ازاي بيقول لها معرفش وبيناموا كلهم وبيفضل آلن صاح يحروسهم وفجأة بتصحى اجون على صوت غريب وبظهر لهم محش من وحش الترولوك لكنه بيختفي من قدامهم بسرعة وبيقول لهم آلن ان وحش الترولوك ما بتمشيش من هنا وان اكيد الوحش ده هو اللي شاوه الحجر وبيحسوا ان الجو بقى ساقة جدا وبيقول لهم لويال ان سبب الساقة دي هي الرياح السودة وبتقول لهم موارن ان ماشين شين هتتكلم مع كل واحد فيهم ولازم ما حدش فيهم يسمع كلامها وبيسأل آلن لويال باية قدامنا قدقي لحد بوابة بالدار وفي نفس اللحظة بيحسوا برياح ماشين شين حواليهم وكل واحد فيهم بيسمعها بتقوله على اكتر حاجة بتخوفه في حياته فبتقدر نايف انها تستخدم قواها وبتصنع داير الطاقة عملاقة وبتساعدها موارن فبتفتح بوابة مدينة بالدار اللي وراها على مسافة يوم واحد وبتفاهموا من لهم ناس في المدينة دي هيرتاحوا عندهم شوية لما بيعدوا بوابة المدينة بيرحب قائد الحرس بقلن وبيبلغوا طحية الحاكم اللورد أغليمار ولما بيروحوا بعدها يقبلوا اللورد أغليمار بيرحب بيهم وبيفاهم موارن انه عارف انها جات مدينتهم لان اخته كتابت لها رسالة بتطلب منها مساعدتها في محاربة جيش الأورلوك بس هو بيقول لها انه قادر يدافع مدينته مش محتاج مساعدتها فبتفاهموا ان مش ده سبب زيارتها وانها جاي علشان تحذروا وتعرفوا ان الأظلم بدأ يستخدم الطرقات علشان يحرك جيوشه وزي ما هو وعلته من أجيال بيحروسوا الفجوة اللي عايش فيها الأظلم لازم يبعت مجموعة من رجالته يحروسوا بوابة الطرقات فبيدوا اللورد أوامر لرجالته بحراسة البوابة وفي نفس الوقت بيوصل مات لمدينة تانية قريبة وبتطلب موارن من أخت اللورد انها توصل رسالة للبرج الأبيض ان الحمروات لازم يدوروا علامات ويلقوه وبعدها بيروحوا كلهم لحانة في المدينة وهناك بتتكلم موارن مع النادلة اللي بتشوفه المستقبل وبتطلب منها تقولها هي شايفة ايه للأربعة اللي قاعدين قدامها فبتقولها ان في واحد فيهم عينيه صفرة شبه الزئاب وواحد تاني شايل طفل صغير والاثنين التانيين حواليهم طاقة وخاتم دهب وفي نفس اليوم بالليل بيسأل راند موارن عن الست اللي كانت بتكلمها في الحانة فبتقولهم ان دي واحدة بتشوف المستقبل وانها كانت بتحاول تعرف مين منهم التنين عشان تحمي الثلاثة التانيين من الموت لان اللي هيوعب بين الأظلم والتنين هيموت لكنها ما قدرتشي تعرفه علشان كده هيروحوا كلهم بكرة لمواجهة الأظلم وفي ثلاثة منهم هيموتوا ولما بتقول لها ناييف انهم لو قرروا ميروحوش معاها بكرة هي مش هتقدر تكبرهم فبتقول لهم خدوا قراركم وفكروا فيه كويس ولما بتمشي وتسيبهم بتقول لهم اغوين انهم بدأوا في المشوار ده معها من الأول علشان ينقذوا عائلتهم والناس اللي بيحبوهم وما ينفعش يتراجعوا دلوقتي فبيقول لها راند ان ما عندوش استعداد ان يشوف حد تاني من اللي بيحبوهم بيموت قدامه وكفية انهم تخلوا عمات فبتقول له اغوين انه مات هو اللي تخلى عنهم فبيتنرفز عليها وبيقول لها انت اخر واحدة تقولي الكلام ده لانك تخليتي عني قبل كده ولما بتتميلي عنها بالدموع وبيطلب منه بيرن انه يعتذر لها فبتقول لهم ناييف كفاية بقى انتو الاتنين كله شوية بتتخنوا على اغوين فبتصدم راندو بيقول لبيرن ازاي ما خدت جبالي كل ده انك بتحبها فبيرتبك بيرن وبيقول له انا محبتش حد غير مراتي ولما بتحاول ناييف تعتذر لاغوين بتسيبها وتمشي بعد كده بتمشي اغوين ورا قلن فبتشوفه في بيت مع واحده ومراته وبنته وبيعملو بيحترام وبيتعشوا مع بعض وبتسمعوا هو بيندهله دايشان بعدها بتسأله ليه بيندهلك بالاسم ده فبيعرفها انه كان من حراس ابوه في مملكة مالكيير وان مملكتهم اتضمارت من البلاء وابوه وعيلت وكلهم اتدبحوا وهو كان من حراس ابوه وانقذوا وبعدها بيحلم راند بابوه بيفتكر لما ابوه داله السيف وبيسمع صوت بيقوله انت التنين المبعوث ولما بيرجع لصاحبة الحانة اللي بتقرأ المستقبل بيعرف منها انه ابن الست المحاربة اللي اتولد على ايد المقاتل وبعدها امه ماتت وان المقاتل ده ساب كل حاجة علشان يربيه ولما بيسألها اذا كان هو التنين المقاتل ولا لا مش بترد عليه وبعدها بيروح راند لموارن وبيقولها انه هو التنين المقاتل وانه موافق يروح معاها وبيروحوا هما الاتنين لغابة البلاء قبل 3000 سنة فيه وضع فيها بنت مولودة في السرير بتاعها بيتناقش ابوها لويس مع لترق الامريلي ست على انهم لازم يوحدوا قواهم ويواجهوا الازلم لكن هي بترفضه بتقوله مش معنى انك التنين المبعوث انك ترمي نفسك في الهلاك وفي ما فيش حد يقدر يهزم الازلم لكنه هنا بيصمم على رأيه وبيقولها ما تقسميش الاسي دي وتبعد الرجال عن الستات فبتقوله لازم اعمل كده علشان مصلحة العالم كله بعدها بيدخل راندو مورن لغابة البلاء ولما بيشوف راندو جسد شاب على الارض وشكلها غريب بتقوله مورن ان فيه شباب كتير بيحاول يختبروا قوتهم في انهم يدخلوا غابة البلاء لكن دي بيكون نهيتهم وبتعرفوا ان غابة البلاء دي هي عفا ممتدة من سجن الازلم وبيلتهم اي حاجة بيلاقيها في طريقه ولما بيلاقي بيرن اغوين بتحضر نفسها علشان تروح وراهم بيقولها اني محدش يعرف الطريق غير مورن فبتقع الطعيط وبتقوله انها بتحبه فبيقولها انا كمان بحبه بس ما فيش في ايدينا حاجة نعملها ولما بيقربوا من ابراج مالكيير السبعة جوة غابة البلاء بتقوله مورن كده قربنا نوصل ممكن نستريح حين النص الساعة ولما بيسألها هو ده المكان اللي تولد فيه قالين فبتقوله ايوة وابراج مالكيير مهجورة بقالها 40 سنة وبعدها بتطلب نايف من قلن انه يروح وراهم ويرجع راند وبتفهمه انها بتقدر تتبع قصر مورن فبيقولها انه بيحبها وانها اقوى واجمل ست شفاف حياته وبيصحى راند بغابة البلاء مفزوع فبتسأله مورن حلمت بايه فبيقولها وهو مرعوب ان الازلم جاي عليهم وفجأة بيلاقي سيف طالع منبق مورن وبتموت ومن وراها بيظهر الازلم واول ما راند بيرمع عليه سهم بيجي في وشه لكنه بيضغط عليه وبتشكل وشه على شكل انسان وبيقوله كده شكلي احسن بس ازاي انت التنين وانت شكلك اضعب بكتير من الاول وكمان جاي لوحدك وقبل كده كنت جاي ومعا الجيش وبيسأله انت لمست القوة قبل كده اصلا وبيقوله انت حتى شكلك مش عارب جاي هنا تعمل ايه ولما بيطلع راند سيفه وبيوجهه ليه بيسأله الازلم باستخفاف ده السيف البلشون جبته منين فبيقوله من ابويا فبيضحك الازلم هنا وبيقوله ابوك مات من زمان بس الشكلك تقصد الرعي اللي ببلد النهرين انت فاكر ان التن الثور ابوك وهنا بيقوله راند انا بحلم كل ده مش حقيقة وبيتل نفسه بالسيف فبيصحى من الحلم وبيلاقي مواري واقفة قدامه وبتسأله انت حلمت بايه فبيقولها انا مش مصدق اي حاجة من اللي الهالي الازلم بس لازم تقوليه لي خطتك اللي هنواجهه بيها فبتديله تمثال صغير وبتقوله انه تصنع من القوة الوحدة والاف الزكور من اللي بيصنعوا العناصر حطوا قوتهم فيه ولما بتستغل القوة دي قوته هتتضاعف متضاعف وانه بالقوة دي لازم يرجع الازلم لمكانه اللي مش هيقدر يخرج منه لتلات تلاف سنة جاية بعدها بيروح بيرني واغون ولويل وناييف لصاحبة الحانة علشان يسألوها هي قالت ايلم وارين على راند وفي نفس الوقت بتشوف صاحبة الحانة اغون قدامها وهي بتموت وفجأة كلهم بيسمعوا صوت جيش الأورلوك وبعدها بيبلغ كبير الحرس اللورد اغلي مار ان فيه جيش كبير من الفيد بيقرب عليهم وعددهم ما بين خمس تلاف لعشر تلاف واحد وبيبلغوا ان في مدينتهم خوانة بيساعدوا الظلام فبيقولهم اللورد انهم لازم يبعتوا جنود يسندوا جنودهم اللي عنده حصن الفجوة وانه هو بنفسه لا هيقود الجنود دي ولما بيوصل راند وممرن لفجوة عين العالم اللي فيها سجن الازلم بيطلب منها انها ما تروحش معاه لانه عارف ان اللي هيروح معاه لمواجهة الازلم هيموت لكنها بتنزل قبله للفجوة وفي نفس الوقت بيمشي ألنج وغابة البلاء لوحده وراء أثر مورن ولما بيوصل راند ومورن لقاء الفجوة بيفتكر راند انه شاف المكان ده قبل كده وبيلمس رمز على الارض فبيلاقي نفسه ببيت ولما بيخرج منه بيلاقي اغوان قاعدة مع بنت صغيرة بتلعبها وبتدهاله وبتقول له هروح اشوف مات ما خلص المصباح الياده وليه لحد دلوقتي وبتسيبه وتمشي وهنا بتحاول مورن انها تصحي من الحلم لكن مش بتقدر وبيظهر الازلم فهييته البشرية وبسليبها قواها وفي نفس الوقت بيستعد اللورد أغليمار هو وجيشه لمواجه الجيش الأورلوك وبتحمي أخته وكل الستات المحاربات اللي عندهم قوى المدينة بعد ما بيخرجوا منها الضعفاء والأطفال وبتقرر اغون ونايف انهم يحمل مدينة بقواهم مع أخت اللورد أغليمار وبتبتد الحرب وبيضرب اللورد وجيشه جيش الأورلوك بالسهام وفي نفس الوقت بيحفر كبير الحرس والمساعدين بتوعه الأرض تحت عرش اللورد أغليمار وبيساعدهم نايف والأيال وبيفدر راند جوه العلم اللي صنعوا ليه الأظلم لكنه بيحس ان في حاجة غلط وفجأة بتتجمد اغون وبنته وبيظهر له الأظلم وبيقوله انت مش عارف حجم القوة اللي جواك لو اتحدت معي واخترت الظلام هعلمك ازاي تعيد صناعة العلم بالشكل اللي انت عايزه وفي قاع الحفرة بيقول الأظلم لموارن انه بيورد تنين دلوقت حياته هتبقى ازاي لو اختار الظلام متحد معاه فبتطلع موارن سكينة وبتحطها على رائبة راند وبتقوله انه لو اختار الظلام هتقتله وبيحرك الأظلم ايده حركة خفيفة فبتجرح رائبة اغون فبيصرخ راند وهنا بيحرك ايده تاني فبيختف الجرح فبيسألوا راند قولي ازاي اقدر اتحكم في كل حاجة كده فبيقوله بطريقة بسيطة جدا وعلى صور المدينة بيقتل للأورلوك اللورد اغليمار وجيشه وبيقتحموا الأصوار وبتشوفهم أخته اللي معاها عن بعد فبيستعدوا للتصدي لهم وفي نفس الوقت بيقول بادام فاين اللي كان متخفف شخصية الباعة المتجول كلمة السر للمحاربات اللي بتحمي قصر اللورد اغليمار فبيفتحوا له الباب فبيقتلهم فورا وبعدها بيأخذ الحرس صندوق من تحت عرش اللورد اغليمار ولما بيسألوا بيرين في ايه في الصندوق ده فبيقولوا ان فيه بوء فالير وإحنا كنا سايبينه للمعركة الأخيرة وانهم بينادوا بيه على كل أبطال النمط الوظماء علشان يسندون في الحرب واني محدش يقدر يستخدموا غير التنين وفجأة بيسيبهم لويل ويجري ولما بيجري بيرين وراه بلاي بادين فاين قتلوا هو وكل حراس اللورد اغليمار واخد الصندوق اللي فيه البوء وبيفهموا ان راند هو التنين لكن لكل واحد فيهم هما الخمسة دور وفي منهم اللي هينضم للظلام وفي اللحظة اللي بيحاول فيها الأظلم انه يعلم راند ازاي يستخدم قوى الظلام ويتحكم فيها بيختار راند النور وبيقوله انه ممكن يكون هو عايز اغوى ان تكمل معاه لكن هي ليها إرادة ولازم هي اللي تقرر مصرها وبتتبدل طاقة الظلام حواليه لطاقة نور وبيوجهه ناحية التمثال الصغير اللي بيتحاول في ايدي طاقة وبيصحي راند من الحلم وبيقضي على الأظلم بقوى وبعدها بيطلب من موارن انها تسيبه وتمشي لان قوى ممكن تخليه يقزي اللي بيحبهم وبيطلب منها انها تقولهم انه مات وبيسيبها ويمشي وفي نفس الوقت بيوصل ألن وعلى أسوار المدينة بتتحد أخت اللورد اغليمار مع نساء القوى اللي منهم نايف واغون وبتمتص قواهم وبتقدر بالقوى المتحدة دي انها تقتل كل جيش لكنها مش بتقدر تمنع نفسها من الاستمرار في امتصاص طاقتهم فبيتحرقوا بيموتوا واحدة ورد تانية وبتصرخ اغون وبتستنجل بنايف اللي بتمسك ايديها وبتتحرق بدلها وبتتحرق أخت اللورد اغليمارو وبتموت وبتحضن اغون نايف وبتعيط فبتقدر بقوها انها ترجعها للحياة مرة تانية وفي قاعد الفجوة لما بيطلب قلن من موارن انها تربط بيها تاني بتعيط وبتقوله ان الاعظم سلابها قوتها وبتديله تمثال القوى لتحول لماسه وبتقوله ان تحول لكوين ديار فبيقول لها قلن انه كان فاكر ان ما فيش حد يقدر يدمر حجر الى قلب فبتفهموا ان دي مش المعركة الاخيرة وانها يمكن تكون المعركة الاولى وبعدها على ساحل بعيد بيكون في بنت صغيرة بتلعب في الرملة وفجأة بتقف تبص على البحر اللي بيكون في موكب سفن حربية بأعلام حمرة وعليها ستات بيتنظموا في وضع قتالي وبيستخدموا قواهم لتكوين موجة بحر عملاقة نحية المدينة الساحلية وبكده يخلص تلخيص الموسم الاول من مسلسل عجلة الزمن ما تنساش تدوس لايك وشير وتشترك في القناة وتقولينا رأيك عن المسلسل في التعليقات